اشتركوا في القناة احيانا بعض الاشياء خاص في المنازل او في الفناطق او في كل اماكن كالكسوار هذا البلسان الى مخطارات الصدمة الكهربائية او مما يسمى التكهرب من جرأ ملمسة سلكا ناقلا للتيار الكهربائي او جهاز كهربائي حصل خلل في عزلية اسلاكه ونتيجة لذلك يمر طيار كهربائي في جسم الانسان تتوقف خطوراته على شدة هذا الطيار وشدته تعتمد على كل من الجهد وعفوا من الجهد المستخدم ومقومة الجسم فعندما يكون الجسم معزولا عن الارض تماما فان المقومة تكون كبيرة جدا وبالتالي فانه لا يمر اي طيار عبر جسمه اما اذا كان الجسم ملمسا للارض مباشرة فان المقومة تكون صغيرة وفي حل وجود رطوبة عالية فان المقومة تصبح صغيرة جدا وبالتالي يمر بالجسم طيار كبير كي ان القانون الذي يقول كلما او معادلة او كيفية نسميها كلما يزداد الطيار عفوا كلما تزداد المقومة الطيار يكون كابرا لم يلقى اي حاجز عندما تكون المقومة كابرة وفي هنا الطيار يهبط او يلقى حاجز استدر لا لا يتعدى وراء وقد دلت التجارب والابحاث الا ان جسم الانسان يمكن الاحساس بمرار طيار قيمته واحد ميلي امبير وكلما زادت قيمة كلما زادت خطورته وان وان مرار طيار بجسم الانسان تصل حتى ثلاثين ميلي امبير يؤدي الى ارتعاج وتقلص في العضلات ولو يشكل خطرا على الجسم وغير مميد وذلك حسب طبيعة الجسم والعمر وحالة الشخص وشورة المحتبة اما اذا زادت قيمة الطيار اكثر من ثلاثين ميلي امبير فانه يصبح خطرا ومميتا اذا بلغت قيمته ثلاثين ميلي امبير او اكثر وحيث ان القواطع الكهربائي العادية الحرارية المغناطيسية والفواس او الفيزيبل هي ضرورية لفصل الطيار في حالة الحمول الزائدة او حالة القصر التمس بين الفاز او بين الفازات والارض ولكنها لا تستطيع القيم بفصل الطيار الصغير جدا وبهذا اخترنا اليوم اخترنا اليوم الجهاز التفاظلي او قاطع التفاظلي او مما يسمى باللغة الفرنسية الديجنكتور ديفيرانسيال سيطان ديسبوزيتيف كي بروتاج لبرسون كونتر هذا التكهرب كيف يعمل هذا القاطع التفاظلي هذا هو القاطع التفاظلي كما ترون في هذه الصورة كما هو موضح لان نلقوا النظرة على القاطع الطيار ما هي وظيفتها الاساسية وظيفة الاساسية لقطع الطيار هي حماية الاجهزة الكهربائية والانسان من خطر الطيار الكهربائي وذلك عن طريق قطع الضائرة في حالة وجود تيار غير عادي في الطائرة حمل زائد قصر ضائرة أو تسارب طيار الكهربائي وللاكتشاف تغيير الموجود في الكهربائي والذي يمثل خطرا على المحيط يستعمل قاطع الكهربائي ثلاثة تقنيات مختلفة وقد نجد كل هذه التقنيات أو قد نجد بعضها أو أحدها في قطع واحد هذا مرتبط بنوع القطع كما سنرى في هذا الدرس إن شاء الله تقنية القطع الثلاثة الموجودة داخل الكهربائي داخل قطع طيار الكهربائي يوجد ثلاثة أنواع يوجد قطع القطع المغناطيسي يوجد قطع الحراري ويوجد القطع المغناطيسي الذي الذي سوف نرى اليوم وهذا القطع التفاظلي ببساطة يقوم هذا يحمي الإنسان من تسرب الطيار الكهربائي أو تكهرب الإنسان في هذه الحالة ينقطع الطيار في حالة التلموس القطع تفاظلي ببساطة يقوم بقياس أستنى نرى الصور نشوفوا في حالته العادية مثلا هنا كما ترون في هذه الصورة عندنا هذا هو أكد مخدم داخل القطع التفاظلي ببساطة يقيس الفرق بين الطيار الداخل والخارج الذي يدخل من هنا مثلا ويخرج من هنا وإذا كان الفرق كبير فهذا يعني أن هناك تسرب الطيار بسبب عيوب في العازل أو بسبب مرود طيار في جسم الإنسان وحتى يتمكن القطع التفاظلي من معرفة الفرق في الطيار يعتمد على وشعاتين كما ترون وشعة يمر فيها الطور كما ترون وهذه الوشعة الحمراء يمر فيها الطور وفي هذه الوشعة الزرقاء يمر فيها الحيادي أو النتر هذه اللفظ النتر عفوا مرتبطة بقطع طيار يقطع وشعة الثالثة استدار مرتبطة بهذه الوشعة التي ترونها باللون الأسود مشتقبل طيار في حالة وجود طيار معين في الوشعة لفهم مبدأ عمل القطع علينا نقسم عمله إلى حالتين حالة عادية وحالة إذا حدثت المشكل تسرب أو الوشعة إليكترون مطرس هذا هو لفهم مرتبطة بهذه الوشعة يتقال الطيار الكهربائي كما ترون في هذه الوشعة الآن في هذا الشكل في هذه الحالة العادية الطيار يمر للمتعنا شعلا الطيار يمر في الحيادي مساول الطيار الذي يخرج في الحيادي الذي يمر في النتر أي لا يوجد تسرب الطيار في هذه الحالة العادية بالإضافة إلى أن التدفق المغناطيسي في الوشعة الحيادي والوشعة النتر المساوي لنظريات في وشعة التوتر وهذا يعني أن التدفق المغناطيسي في الوشعة الثالثة المستقبلي يساوي الصفة لأننا لا يوجد تسربة في هذه الحالة لا يوجد تسربة للمتعنا شعلا لتسربة 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 لذلك لا يوجد تسربة الطيار الكهربائي الذي يمر من الحيادي يساوي الطيار الذي يخرج في النتر بالتالي فإن الطيار داخله يساوي الصفة وبالتالي لا يفتح القاطع في حالة تسرب في حالة تسرب الطيار مثلا هنا مثلا طفل في يدهم اسمار في يدهم اسمار دخله في 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 كورون يدخل تسربة هذا يدخل هذا ماهذا هذا يدخل هذا يدخل 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 من بمثل في هذه الصورة يكون هناك فرق في التيار الموجود في وشعة الفارس وفي وشعة النترة وبالتالي سيتكون تدفق معنطسي في الوشعة المستقبلة أو في هذه الوشعة السودة والنتيجة لهذا التغيير في التدفق المغنطسي وبالتالي الوشعة الأسود سيتكون تيار داخل الوشعة الثالثة وفي هذه الوشعة سيستفتح القاطع وبهذا سنكون هناك مخرجين فهذا يكون تدفق المغنطسي من التفق المغنطس معنطس السودة يدير المسمار ويترافير سهل الكورون والديجنكتور لذلك نقول لكم الديجنكتور الديفيرانسيال سيرتفضار 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 هنا نصبحكم به إذا عندكم القاطع العادة القاطع الحرارة أو القاطع المغناطيسي أو غيرها نطلب منكم أو اشتروا هذا اللي كي تكونوا محميين في التكذب أو لديكم أو أنتم إلى آخرين إلى هذا لقد وصلنا إلى الليهة هذا الدرس إن شاء الله في الدرس المقبلة إن شاء الله نتمنى أن تستفيدوا إذا لديكم أي سؤال أنا في الخدمة